ننتقل لموضوع تاني والفقيه الدستوري الأستاذ عصام الإسلامبولي كان بيكلم مع برنامج مصر الجديدة من شوية وقال وطبعا ده يعني من واقع نص القرار قرار الحكومة النهاردة بشأن إعلان جماعة الإخوان جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيما إرهابيا أن كل من يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى وكل من يمول أنشطتها بيأتي تحت طائلة هذا القرار ولما سألته تحديدا مثلا على مواقع التواصل الاجتماعي والفيسبوك وكده قلت له على فكرة ممكن يكونوا بالملايين قال لي القانون لا يعرف الأعداد إيه رأي حضرتك أنا الحقيقة مش عارف ده هيتم تطبيقه إزاي أنت هتفتش بقى في نفوس الناس هتعمل إيه طب إحنا النهاردة طلع قرار خاص بالجمعيات طب وما للشركات القائمة إحنا برضو عشان نتكلم كلام الشركات القائمة اللي بعض من أصحابها أو بعض من يديرها أصلا متعاطف أو متعاون مع الإخوة هتعمل فيه إيه هتحكمه إزاي ده ما هي دي برضو مشكلة يعني هي الموضوع مش جمعيات بس الموضوع إن فيه جمعيات وفيه شركات وبعضها شركات أسماءها أسماء رنانة يعني معروفة وفيه جمعيات مشهود لها بأنها تعمل العمل الخيري ده ويعني شيلة وفتح بيوت وفتح أسر زي رسالة زي الأرمان مصر الخير خير بانك التعام المصري أيوة مع كل دول بيتلقوا أموال زكاة وبيعملوا مشروعات بتخدم الناس أحنا عايزين دولة أيوة دولة كلنا مش عايزين مصري يروح يمدي إيده لحد ولا يستغل كلنا عايزين دولة خلاص أنا عايزة أسألك سؤال يعني الوقت الدولة عارفة إن دول بيستخدموا الأموال دي في نشاطات الحقيقة يعني سيئة يعني واستغلال الفقراء إنت ضد ده نعمل إيه نربع إيدنا كده ولا نبتدي ناخد إجراء الناس يبتدوا أكيد الدولة عارفة مين اللي بيديه الوقت هم اللي بيمسكوهم دول إيه ما هم عارفين هم مين والشعب على فكرة الشعب ده يعني أكيد منتظر إنه هو يعني يتخلص من القيود اللي كانت محطوطة عليه بدليل خروجه يا جماعة في يونيو طيب فيه نقطة مهمة جدا مش قادر ما ترحاش اللي هي اللي هي إن المجتمع المصري فيه يعني ناس إخوان يعني الأسرة الواحدة فيها إخوان فيها حاجة اسمها بلاش أقولك منتمين انتماء تنظيمي ممكن يسمه متعاطف واحد في الشغلة عامل في مصنع ملتاحي مدرس في مدرسة موظف في هيئة حكومية زميله هيقوله أنت إرهابي هنتبق الموضوع إزاي؟ هو قالك لو انتم للتنظيم ما هو التنظيم ده بياخد أوامر وبيروح يفجر هنا ويفجر هنا ويهبب هنا لا ده المادة 86 دي و86 مكرر واسعة أوي ده تتحدث على حد لو هتدخل في النواية الناس ما هم كانوا بيدخلوا في النواية احنا مش داخلين في النواية هو اللي بيكفر ده مش داخل في النواية احنا مش هنكرر نفس الأخطاء اه بقرر احنا بنتكلم الوقت على وضع سياسي مش ديني احنا بنتكلم على وضع سياسي أنا النهاردة معايا فلوس وبروح أقول لناس تعالي خرب ده ما احنا عارفين انهم بيدفعوا لعيال ويروح يخربوا حد اياله لا ده نوقفه نوقفه لازم نوقفه وزي ما قلت لطريق الالف ميل بيبدأ بخطوة واحدة الدولة لازم ترجع والدستور الجديد يا مصريين كلكو هو اللي هيرجع الدولة المصرية هو اللي حطت في اعتباره انه الدولة مسؤولة عن الغذاء يعني كل ومسؤولة عن الفلاحين ومسؤولة عن العمال وعن المعاقين وعن المرأة وعن الرجل كل ده ما كانش في الدستور الساقط اللي قابليه انتو النهاردة عايزين تابنوا مصر اللي بنحلب بيها اللي روحنا قلنا عيش حرية عدالة اجتماعية وكرامة انسانية اللي خفنا عليها من التفتيت ومن بيعها بالقطعة بأيدي ناس أبضت التمن ومعروف لأ احنا نستحمل ونبتدي نبني بلدنا تاني وانا لو انا من الحكومة اخد فلوس منن بقى اللي هم بيستغلوا كانوا الفقراء واشتري بيها استغلال اخد فلوس لما يسبت في حقهم عشان الفلوس دي تبرعات دي فلوس تبرعات ايوة تبرعات من مين تبرعات من مين ما هي ممكن الدول اللي بتدي بالمليارات تقولك دي تبرعات ايوة اذا سنت في حقهم لا بس لا ما تخرب ليش الدولة بالتبرعات ايوة ما تخرب ليش مصر ما هو المفروض ان دايبقى تحت اشراف ورقابة بالزبط والجامعيات الاهلية اه بتبقى عندها خدمة محددة وفي نطاق تكميلي للدولة يا ما انت عارف يا معتز انت عيشت وانا عيشت برا وانت عارف يعني ايه تأمين ضمان اجتماعي برا بموراس